نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة خصخصة منظومة تعليم الأساسي في مصر وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار ملكية الدولة لكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية دون أي نية لخصخصتها مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسي على حد سواء باعتبار التعليم حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون كما أكدت الوزراء إلى أنه يجري تنفيذ استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله